يا مساء النور اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة بإذن الله يكون حلقة مميزة هنتكلم فيها مع عمر عمر من الشخصيات اللي احبه على المستوى الشخصي عمر شغال باك اندفليبر بقله سانتين واللزيز في الموضوع ان هو لسه طالب و لسه بيدرس فهنكلم عن توبيكس كثيرة هنكلم عن زي توبيكس كثيرة هنكلم عن زي توبيكس كثيرة هنكلم عن حاجات كثيرة خاصة بكده زي تكون مميز و تستغل فترة كلها بشكل صح و كمان هيكون في جزء من الحلقة مخصص في البروبلم سولفنج و الكمبيتيتف بروجرامنج الفرق ما بينهم عمر بالنسبة كان بينافس على المستوى العرب اي سي بي سي شارك في الكمبيتشن اربع مرات اربع سنين مختلفة فيعني ليه جولة كبيرة جدا في الجزئية بتاعت البروبلم سولفنج فعشان ما تقولش عليكم لو انت اول مرة تشوفني و مهتم بالكونتنت هده فما تنساش انك تعمل سبسكرايب للشانيل و بحط لايك لانده فعلا بيساعد في انتشار الفيديو و شكرا جدا لكم السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة من نوعها هنتناقش يا بذن الله مع عمر عن و خصوص عن طيب سالف الله عمر ايه اخبار ازال فالعمل يا عمر الحمد لله كلتان طيب من امرنا الاول اه بصوت انك معي يعني النهاردة اخليك نور اه طيب يدلك اللي عالك كده اه يعني الديف اللي معنا كده يعرف نفسه للناس اه فممكن بشكل سريع كده تعرف نفسك للناس اه خبرتك وعملتيه والكلام بكل اه طيب اه اولا انا اسمعوا عبدالغاني اه انا اه اه هذا حاليا دلوقتي في اخر سنة في الكلية اه اه يعني خلال فترة الكلية او خلال فترة الكلية يعني الفترة تعنيت فبر ماجي يعني اه كنت مهتم اه في الاول في بعد كده جيت في الاخر اهتميت اه يعني خلاص بقى اللي هي الحاجة اللي اكده وصل لها يعني احنا نشوف الشغل يعني والسوق وكده اه اشتغلت في شركتين وخدت معظمهم ممكن وباكند اه وبس اشتغلت في ستاك اه جو ونوت حلو جدا طيب اه طيب ماشي احنا بص نتكشف المهاردة كل حاجة بص نبدأ من الاول خالص كده اه من او رحلتك يعني فخلينا كده نبدأ اه ممكن ان تعرفنا اصلا ايه اللي خليك يعني تبدأ برمجة او بدأت برمجة ازاي وامتى حلو اه بص انا مش من الناس اللي سمعت عالبرمجة من يوز صغيرة خالص لا خالص انا عرفت البرمجة مسلا اول ما سمعت ان في حاجة اسمها برمجة ده كان في سنوي بالنسبالي في تانية سنوي مسلا او اللي حاجة اه كان في حد صاحب اكبر مني كان في قليل تخصلكم معلومات يعني اه يعني انا من تقابل بيقعد يكلمني ايه عن البرمجة او كده انا ما كنتش يعني معرفش معرفش يعني اصلا برمجة اه يعني بس بتعلم اه بس انا كان بيستهويني البازلز فهو كان ساعتها بيحل بحل problem solving وكان بيقعد يحكي لي مسائل انا كنت بحوالي افكر فيها معاه بس كنت بحلها بشكل بحوالي حلها بشكل مسماتيكة يعني اللي هو معادلة ومعادلة ومعادلة وعوض وعوض لحالة مطلع نتيجة ما كان تبقى مسألة بساطة جدا يعني اللي كان بيقولها لي بس كان الموضوع ممتع فالموت عارفين بقى ان هو مثلا ما يجي اقول له لما يجي حاجة حل المسألة وقل له مثلا ان انت محاليا اقعد بس اشوفوا رقم ده زوجي ولا فردي اقول له هتعرفها ازاي فانا ما باش فاهم يعني اعرفها ازاي ما رقم شوفوا زوجي ولا فردي يعني بفكر بالناغي مش ببرمجة فاهم بفكر اكي اني بنا ادم يعني ان التوديتنا رقم عارفها وزوجي اللي فردي بيسؤول لكن كمبوتا مبعافش يعرف ده اللي يسؤول يعني مش بشكل straight forward فهنا بقى يعني ايه يعني شدنا الموضوع شوية يعني تشفاهم شوية فالموضوع هنا كان يعني ده اللي شادي رجل اه باعرس انا عام مع اصول بدأت ابدأ ازاي كده لما بدأت بدأت سي بلاس بلاس بس بس يعني نعلك انكم بدأت شوية ايه قبل ما تدخل كلية ايه قبل ما تدخل كلية ده قبل ما تدخل كلية اه 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 يعني اول امور كتابت كود بقى يعني خيالتين يا سنوان وثالث انه ما افكر في مسائل بس اهم اللي ما كتابت كود انا عمش في كود بس كان بيديني افكار عن البرمجة يعني مثلا يقول لي اللي ينفع يتعمل هو اللي ما ينفعش يتعمل كزا اه لكن بقى اول بداية ازاكر بعد السنوان عامة على طول يعني بعد ان خلصت امتحانات كده رايحت شوية بعد كده اتاني كورس قال لي ازاكره ان كورس عربي عادي اه اه عدت مثلا ازاكره ولما خلصته قال لي مثلا بقى تعالي نحل برودون سولمينج وكده ورشح لي بقى كوميونيتي ومشارفية ومتيارزو كده حلو يعني البداية بتدافل عشان احل مسائل البداية تعطي بعض المبكرة برضو نوعا ما يعني في السنة واذا بدري عن معظمنا برضو اه بس ككودينج ريل كودينج لا يعني خلص قبل كل يار كم شهر يعني مش بس برضو يعني ممكن تكون بدري فعلا لان في نازل تبدأ وريد في بداية القسمة او حاجة اه بضبط طيب اه حلو جدا ماشي اه بما انا جبت سريطيب كسمة وكده برضو فخلاص انت يعني باين من الخلفية بتاعتك ان انت اصلا كنت ناوية على حاسبات صح ما كانش في حيرة اوي في الجزئية دي اه 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 انا كنت ناوية على حاسبات بس اه كان عندي فضول عرب بيط الاقسام وبردو مكنش قرار نهائي بس مسلا انا انا كنت اقول انا لو احترت هخش حاسبات بس مسلا انا اوز اعرف ايه مرة بيعملوا ايه بيكانيكا بيعملوا ايه يمكن يجبني اكتر من البرمجة يعني كنت بقعد اصيرش كده على الاقسام بس اخترت في حاسبات يعني هلو ايه ده ماشي طيب بس اه يعني في اكتر مرتبطان بيكتر ممكن ادخل حالو طيب اه انت شايف يعني برضو من انك دخلت حاسبات وكده ايه رأيك في قسم حاسبات يعني شايف ان الكلية مفيدة نوعا ما ولا انت لازم برضو تشتجل على نفسك بطورية معينة وكده ايه رأيك في قسم العموم من شكل عام يعني ايه 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 هو انت على سنة بس تابعا انت بتسألني عن قسم حاسبات رأيي في عامة تانية بزبط ايه 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 المجال نفسه لطيف يعني رأيي لو جيت اقول مثلا رأيي في المجال فالمجال كويس رأيي في القسمة بقى فالقسم مثلا هيتامل بشكل كبير يعني على المحتوى بتاع الجامعة فهو القسم يعني هيفرق بقى يعني في جامعات يبقى القسم بشكل افضل وفي جامعات هيبقى القسم مش افضل حاجة بالنسبة عندنا هو رأيي معاما المحتوى يعني مختلف شوية الي في السوق مختلف كتير كاستفادة حقية في القسم عشان تطلع تشتغل برة فالموضوع بعيد يتحب بتين يعني. طب ازاي ادارت انك يعني تسد الجابة الكبيرة دي ما بين الكلية وانك تشتغل في فترة الكلية برضو. يعني عملت ايه عشان تقدر انك تحقق حاجة زي كده. ماشي بص والموضوع من نسبالي كان كان مختلف شوية او ما عارفش هو مختلف ولا اه بس هو الحصة زي زي كده في البداية. ففي الطبيعة الحال يعني زي كده. مان? اه فمن ضمنه كان في ناس شغالة وكده وعرفوا لانشخص شواطر يعني وكده فايه رشحوني اه كاينترن الشركات. اول ما دخلت اه بقى الموضوع سهل بقى تعرف اه اللي انت محتاجه حتى انت اشتغل. من التالي ما عرفت اللي انا فيه جابت لبيرة جدا ما بين اللي انا عارفه وما بين اللي انا محتاجه في الشغل. ايه. فخلاص انا محتاجة انا عارف ايه. اه يعرفت انا عارف ايه. اه انا مش عارف ايه ولا تذكره يعني وكده ايه. حال. فاول كانت اه كانت اه كانت اه رياكت وانت اه مركزة اكتر على الرياكت. بوزر الجون كان سريع قوي يعني. ايه. كانش مطعم الكابي. اه. فكانت معظم هيعين الشرح وكده وتطبيقات سغيرة يعني. اه. بسكارت اه. انا مصراع.. اه. انا مصراع. ايه. اكترنا اول كنت بتنزل في مكانة. سنة ثانية. اظن مش فاكر. مش فاكر سنة ثانية يا داخل سنة ثانية. اظن فاكر يعني داخل سنة ثانية. اه فالانترنم كانتش تطبيقية اكتر ومعنى ضد المفروضية الافضل يعني. بس ايها كان يعني نبهتني لان انا نقصني حاجة كتير. كان في حد بيشرح وكان في تسكات وبنعم البروجيكت في الاخر. فكانت يعني كانت مفيدة لي انا في الوقت ده. لكن يعني طبعا انتمزل احسن ما بقى يعني شغل على بوجيت اتحقيق. فمن ساعتها بقى بقى تزاكر. اه للحاجات اللي انا مهتم. مش المهتم. الحاجات اللي فاهم بتشغلك. اه بعد كده اخدت انترن تانية. قد رجل صاحب يرشو احنا في انترن تانية. بس انترن دي كانت افضل بكتير. احنا بقى احنا يعني شغال بقى يعني معكين مسلا. اه بتقابلوا ده مش يعني مش بنزاكر بقى يعني مش كرسو يعني خلاص انت بتشتغل. بتقرب تعلا يعني. صح? اه اه وكانت الانترن دي كانت اه برضو بس هي كانت مركزة على الباك اند بشكل كبير. هي كانت اه بجو كباك اند. والفرونت كان فيو بس الفرونت حرفيا يعني كان اسبوع من الانترن يعني. فكانت هي نوعا ما مركزة على عندك اند يعني. حال. اه بعد الانترن دي كانت سبوعي بقى لنت جمال وحد يعرف شغل يعني انا وكده احقد شغل. اه وانا يعني فيه ممكن حيط انا سقطها. بين الانترن زلها خدتهم خلفة ديها كنت بتعلم يعني. بلاقت اذاكرت في وكده. اه اه اعرفت شوية في الرياكت وعرفت اه يعني خدت ما جالي النوت جي اس كفول استاك يعني. كنت مركز اكتر على بعد كده خدت الانترن التانية بعد الانترن التانية سألت اه صعابي. حد رشحني في شغل ايه? اه نوت جي اس. عدت فيه شوية. بعد كده جالي تاني قدمت فيه. حد برضو رشحني لي. اه كان بقى باك اند هو. بس في ملحوظة يعني وحد رشحني ومش معنى حد رشحني انا دخلت الشغل عطوة. اخش البروزس. بالصباح ايه. بالضبط انا هكنا نتكلم عن النقطة دي يعني اه النقطة دي مهمة. نقطة وكده. ازاي انك قسم تعمل ازاي انك يعني حد رشحك في اكتر من حتة. ايوان الانترن كان كده. الشغل نفس الطريقة وكده. اه ايه وجهت نقطة في الموضوع ده او شايفه بيتم ازاي يعني لو انا عايز اكلم حد انه هو يدخلني مكان ما. يساعد مش يدخلني. حال. يساعد بس اللي هو. اه هو اللي بيحصل في العادة انت مسلا بتطلب من حد ان هو يريكميندك. بس انا شايف النقض. اه. اه. ايه? انت بقول لك يساعد في اول خطوة يعني مفاهم مش مش يدخلك هارفين مكان. اه بالضبط بالضبط بس هو قولك اه اللي بيحصل في العادة ان هو ايه انت بتطلب من حد ان هو يريكميندك بس. شخص فعلا بحيريكميندك ويساعدك فعلا من دخلاك الشغل هو غالبا حد يشتغل معك وعارف ان انت فعلا شخص مكتهي. يعني مسلا اه انا دلوقتي كل حد وقال لي اه يا عمر انا انا عاوزك مسلا انا رايت مسلا الشركة انت فيها فتحة مسلا الوزيشن لو عاوزك بتعمل اه ماشا فيش مشكلة. لو الشخص دول انا بس عارفه من بعيد انا اخد السي بي بتاعه ابعته مسلا التيم نيد او او الاتش ار واقول له والله فلوان انا اسمع عنه ان هو مجتهد وشاطر وده السي بي بتاعه يعني لكن مسلا لو في واحد مسلا اشتغل معاه قبل كده سواء في شركة او في البروجيكت او يعني عادنا مع بعض فترة. لأ هروح اقول له اه فلان ده انا اشتغلت معاه اه هو شخص يعني كويس جدا وشاطر في كزا وكزا او كزا. يعني هتبقى افضل. ممكن حتى نقط شوان اتناقش او نتكلم عنه المناقش. فده يعني بيبقى فرصه اعلى جدا. فمناخر يعني حاول او حاجة مع الناس فيها انت حتى نشاركة معك. وتحاول تبين اللي انت فعلا شخصا مجتهد وتبدأ يعني ايه تكميونيكات مع الناس ديين وتشتغل معهم. حس هم فعلا اه لما يروحوا مكان هم يكونوا حابين يجيبوك عشان يشتغلوا معك. عشان هم يحابين يشتغلوا معك. وبرضه في نقطة مهمة. يعني في الشغل اه ده حاجة مهمة جدا. ولكن اه مهم جدا ان هم يجيبوا حد يعني ايه اه يعني التيم نفسه يبقى يعني يبقى شغل معه وده بقى ليحي. تمام? فمسلا لو التيم مسلا اه 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 فيه اه 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 يعني ايه يعرف يتعود على الكوميونيتي وكده. فهو اقول لي لو فيه مسلا واحد او اتنين فتين عارفينك وبيحبوا يشغلوا معك بشكل يعني كبير يعني. انهم مشتغلوا معك قبل كده ومتعودين في الشغل مع بعضها قبل كده. طبعا التكنيكة المهمة بس بقولي ان في حتة ممكن الناس تاخد شبالها ان انت في كده انت تبقى شخص مريح في الشغل وكده بتبقى حتى مهمة جدا. طيب بمناسبة كوميونيتي بقى خلينا نتكلم شوية عن عارف ان انت لي جولة كبيرة في المنطقة دي. فبص يعني عايزك تحكي من البداية خالص انت دخلت ايه حققات ايه فيها وكده تمام? وبعد كل ده يعني بعد من الوقت ما وصلت سنة رابعة واشتغلت خلاص اعتقد ان ات موقف بقى لك فترة ايه رأيك في التجربة ككل يعني بتنصح الناس ان هي تخش ولا لا? لو حد عايز يبدأ من دلوقتي مسلا ان يخش ازاي او يبدأ منين او كده. ايه جميل انا كده ما انا تجربت بقى كده اقول ما صحيح في الاخر. حال. انا زي ما قلت لك ان انا بدأت برمجة انا كنت مهتم اصلا بفكة البازلز اقول لنا قعد احل مسائلنا يعني موضوع ده استهواني شوية. اا 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 اقول ما تعليد سيه بلاس بلاس اللي هو قبل يعني اللي هو بعد سنة امها اطول. اا كان فتح في المنصورة. وانا لسه اصلا مدخلتش الكل ايه. اا كان حد صاحب اللي اكبر مني اا دخلني التدريب ده. اا قدرت فيه كانت سيش انه كده. ااا. ويعني ما ازن من لو كملش التدريب ده. انا متذكر يعني ولكن انا كنت مهتم. كنت انت بذكر مع نفسي يعني. هاي كده بعد خناية التطبيق كان في مسابقة. هل هو كده? هل هو كده? هل. وقت بقى المسابقة دي مات. لازم يبقى فيه ثلاث اشخاص فانا محتاج اتنين معاي. جمعت الناس اصحابي. سألت واحد صاحبي وما كانت فعلا على حد يجبنا حد تاليك يعني. كنا ثلاثة. انا ويوسف وخالد. دخلنا اول مسابقة. الحمد لله طلعنا. يعني مركز شخيله خالص. يعني تبادلنا في المسابقة حقيا يعني. معنى معنى صح. انا فكرة انا مسألتين. مش عارف من كم سبعة مثلا او حاجة. يعني الحقيقة ده مش كويس يعني. وعدنا كتير فيهم ومش عارف ايه. هم يعني اظن انا شوالا ان الاستفزك. اللي انت يعني ايه ما قصرت. صراح نحسن الاستفزيني اللي ما قصرت. احنا الثلاثة بقى قلنا اللي احنا مهتمين. اللي احنا نتعمل مع الموضوع مش بس هواية. لعنى انت تحقق مركز فيه. الموضوع هنا مسابقة بلحطين. عادنا نتمره ما مش عارف ايه. اه وكان بقى في المسابقة الاي سي بي سي. اه هتبقى بعدك ام شهر اظن. عادنا نتمره ما مش عارف ايه. اه اه قدمنا في الكواليفيكيشن عشان دخلنا الكواليفيكيشن. عنا نتذكر طلعنا الاول. اعزن طلعنا الاول على الكلية. بعد كده وتأهدنا في صوات مصر. اه دخلنا تصفيات مصر. احنا احنا دخلنا المسابقة اللي احنا احنا عاوزين يعني عاوزين نعمل اداء كويس. واللي حب البروم الموصلين. كان احنا نفسنا ما نعرفش كتير عن اي سي بي سي. يعني احنا نعرفش المسابقة عاديا كامي ستيج احنا نعرفش. اه فاكت كويس قوي. احنا ندخلنا ال اي سي بي سي لاتصفيات مصر. هلناش حلوة قوي يعني. دخلنا اخرجين مبسوطين عادي. احنا كنا نفكرين يعني المسابقة كانت في اسكندرية. يعني احكي تفاصيلة زغيرة كمان. ان كان كل سنة المسابقة بتتعامل في الجامعة. هلو كده؟ هلو. احنا دلوقتي نعم نقدم. اه قل له يا جماعة لا المسابقة تجربة في اسكندرية. قلنا والله اسكندرية يعني نكسب نروح ومش عارف هيه. كنا متردين نروح اصلا. اه بعد كده قلنا خلاص اه هنروح. قال رحنا وانتقهلنا. اه. والي سي بي سي بتبقى كان يوميا عامة طول. اه. فعملنا اداء نوعا ما. مش وحش بي سكنتر قليلا نحصوصين يعني. مكن نش بترجيطين حاجة من الاي نفسها. خرج كل ما لأن الاسبكة الاسبكة بقى أنتم ممكن تتأهله للعرب فنحن مش عارف أصلي يعني مش عارفين انه في ستيرج كبان يعني بعدها يعني نحن متأمين بالحل وكده بس مكناش متأمين بالمسابقة دي بعينها بالذات يعني مسابقة الاسبكة فاتبسطنا جدا يعني ولكن نفسها تأهلنا فعن العرب بس ما رحناش المسابقة لأننا نحن فيه ان مستوىنا كانش قاوي دا كان اول سنة خلص صح اول سنة خلص تتجربوا الكلام دي اول اول مشاركة اول مشاركة وممكن اقول يعني من دلوقت يعني بعد ما خلص ولا لا ان احنا متأهلناش ان احنا عدنا قوي لكن كميلة في ساعتها لم كانش اقوى حاجة فكان انك تطلع الاول عليه كان سهل يعني ساعتها في الوال ده فتأهلنا يعني من هو عنا بالحظ ان مش بالحظ يعني الزرورك المساعداني يعني ان هو ما كانش في النافس القويات فالمهم حبنا الموضوع وقلنا اللي احنا ساعتها مش مواهلين خلاص ان احنا ندخل الاسي بي سي لان احنا مستوىنا مش قوي احنا نتمر مهتمين الشركة السنة اللي بعدها نتمرنا بقى بشكل احترافي اكتر اه 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 عنفنا بقى توبكس جديدة واوظنا في الفترة دية اه اه دخلت اه جوع الكمبيوت نفسي مش بوحدة التدريبات اقل بييت 명بر جوة يعني واوظن بييت هد في الوقت ده او او يعني في الاخرى في خلال الوقت ده او ون يعني فعلي كده شاركنا في الايه برضو اظلنا طلابنا الاول تاني واتاهلنا العرب وروحنا العرب المراضي ولكن برضو منافنش تقهل الولود فاينالرس يعني فالموضوع السفزينة تاني وانا هنشارك كمان ساعتها بقى كعمر يعني حصل تغيير في التماث دخلت انا وخالد ومخمول اب شكور اتمرنا يعني دي اكتر سنة يعني دي سنة كانت البيك بقى يعني اللي هو ده كان اعلى مستقلية فيها اه اتمررنا بقى بشكل اعناف يعني بالفعل بقى نتعلم من السنين اللي فات يعني. دربنا بشكل اقوى. اه ودخلنا طلعنا برضو الاول عزونا ع الكلية. عزونا اطلعنا الاول. بعد كده اه دخلنا لمصر. طلبة مصر اي سي بي سي. اه جبنا فيها اه برونز. اه وديه اول ما نجي الميدالية يعني. وتاهلنا العرب بس روحنا العرب اه دي ما روحنا برضو ما تاهلاش الولد فاينلز. اه وانا كان يعني. اه كان في سوق حظ يعني. يعني انا كان في درس قاس شوية. يعني ممكن اقول برضو. ان هو مضاكل وتوفيق. يعني انا كنا. دي كان اعلى سنة فيها بروبيلتي اللي احنا نتاهل الولد فاينلز. اه وكنا محضرين يعني بشكل محضرين كويس قوي. وعندنا بروبيلتي كويس مش وحش اخاص. بس احنا تلاتة اه واحد في نتاع. ايه بعدي جدا يعني اجد الروب درد عادي جدا. بحاجة يعني. ما تحطش في بيالك خالص يعني. يعني احنا مثلا نتمرأ قبلها كام شهر. ونتمرأ قومي وعايتك السعيبي اللي في حد دي فينا مثلا هيجيله. مراش ولا راحه. ايه? يعني مروحتوش اصلا ولا دخلته. احنا كنت اعبان جدا. احنا احنا رحنا المسابقة كانت في اللقصر. في اللقصر ولا في سرن? مش ساكت كانت في اللقصر ولا? كانت في شرن في سرن. في سرن كانت في شرن. المسابقة كانت في يعني حاجة مش في ايدك خالص. اه فصير تعبان جدا يعني. احنا مش عافي يخل الخالص يعني. يعني احنا احنا اتفاعا اقولنا انت لو مش عايز تروح يعني بخش اتنين بس. اشتر. لو عاوز تيجي براحتك يعني موضوع بيدك. بس لو كده موضوع بيدك. يعني. هي حاجة خارجي ايدك. فالمروض ووكله توفي يعني. مهلا انت بازالت مجود في حضارك ومش عارف ايه. ان حاجة حرفيا. عمرك مطارك تجنبه وعمرك متوقع حي. المهم دخلنا المسابقة وعملنا دأساء جدا. بس كان درسي بالنسبة لي بصراحة ان محما انت تعبت ده مش مؤشر يعني. يعني لا يعني اي شيء. اه ووكله توفي يعني انت ونظيمك. فتبتش زعين من نتيجة بس كدت ايه يعني كان درس جديد بالنسبة لي يعني. ده ده كان اعلى. اظن ساعتك ده كان اعلى مستوى لي ايه. الكمبيتشنز عموما. ده كان البيج ده. بعد كده بقى اظن مستوى بدأ يعني اهتمامي في الوقت دوان بقى. يعني في الوقت دوان. اه في الوقت دوان ده ده الوقت من الانتين ولا ولا والتاني. كنت ساعتك بذكر نوت. اه كان فرنت وباك ومهتم بالكمبيتشنز. بعد المسابقة دي بدا تهتم اكتر بالتكن. وكده نشارك تلاتة سيزونز. سيزون الرابع. او غيرت التيم. بس كنت باشدلي فرفوان. مش 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 هدي. بالتجرب يعني. يعني لو جات جات ما جاتش ما جاتش. اه اه اه. اه اه. تفعين في البداية اصلا لو يعني. لو حدا عن هو ما يتمرنش يعني او كده. سورية الدب تيم كان قاوي. يعني 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 التيم ده كانت اكتر تيم متكامل يعني من قاس المهارات وكده. روحنا الكواليفيكيشنز. انا الاول برضو بالصدفة. اللي بقى كان موضوع موزري يعني. موضوع كان موزري حرفيا. الفكرا ان كوميوتي ساعت هين بقى كان قاوي. يعني كوميوتي المنصورة كان قاوي. ما كانت نكتل على الاول موضوع مستهل. وببسطا لحنا تلاقي احنا تلاقي احنا تلاقي اه كويسين. لكن موظمنا مش بيتمرروا. اه فانا فاكر حتى يعني نوقف الطريقة يعني. احنا في المسابقة حلو. احنا في العادة يعني مش بنبص على خلال المسابقة حلو. يعني ده مش بقى يعني مش في مصلحة يعني تبص على قوي الا لو انت يعني عارف انت بتعمل بقى كويس. يعني انت لو شبتها وانت في مركز عالي هترفي لو انت في مركز قليلا هتحبط. يعني موضوع تلك المسيان تأثر يعني صعب ان انت متفسر. ما احنا في الموضوع بنتبص على الاستاندج بنحلة عادي. طبعا احنا شو بتمرنين بالنا كتير يعني بتتمرن كل فين وفين. اه المسابقة بتبقى خمس ساعات. بعد اربع ساعات الساعة الخمسة الاستاندج بتفريس. يعني اي حد بيحلنا متضعفش هو حلو ولا. ما كايه بتفاجئ بعد المسابقين. المهم جينا في اول مربع ساعات خلصهم وانا بص عالساندج نشوف احنا فين يعني. كنا في كده احنا الاول ولا حاية. احنا في ساعات حامس. والفكرة ان اللي بتاهي. التبقى. يعني كان مضحك شوية. البلوك ام صادم. اه جدت عافي من كوميتي بقى اقوى. بس لش الدرجة دي يعني. بس احنا يعني اللي حصل يعني كي يا جبعة. اه. فاعت صدمة شوية بس يعني شدينا. بس يعني بذوق التوثيق برضو. احنا نتعلم مسائل في البلايين دا اور ودي حاجة يعني. يعني حاجة خلاخرية يعني. لان احنا في الغالم. يعني بتحل واحدة يا بتحلش في البلايين دا اور. بس كل واحدة نحل مسألة. وبعد البلايين دا اور وخلاص اللي انا الاول تاج. كانت حاجة. اجي عشوية بها حتى اي. يعني كنت يعني بتابس بي. يعني داخل. يعني استمت ايانة او جرب او كده. يعني كن دا مش تدريب ولا دا اي حاجة. والوضوع جي كده. اه. روحنا مسائلة نصر. معرفين. لا عفناش نجي بمركز. المركز بويس يعني مجدناش ميدالية. اه. مش راكل والله ادعنا فيها. بس دا انا مش عارفك. يبقى اه مسائلة كانت وحشة جدا اظهر من ساعتها كابلون مست. والساعدة انا برضو كان وحش. ومثابة العرب مهربطاش. كنت شغال ساعتها. طب صعب اروح يعني. يعني هي كانت في اللقصر واناها كنت بعيد جامد. بس وده دا الموضوع. يعني ممكن برضو لو في حتة بقى بمثابة هكت تكنكا الهد في الاي سي بسي. دي برضو كانت جميلة جدا يعني بالنسبة لي. لان انا كنت يعني انا والتيم اللي هو انا وخلاد يوسف كنا مهتمين بحتة اللي احنا لما تسيبنا هو مركن كوميونيتي نفسه مش قوي. يعني ما كانش حد مهتمن قوي اصلا يعني. يعني انت مش معنى التفاق الاول انت لا هو انا واحدش مهتم تعريبا فعادي يعني. بس احنا كنا مهتمين بقى نقوي الكوميونيتي. اللي احنا كنا بصراحة شوية ان مسلا نلاقي في جماعات فيها اقتماعات قوية. ولكن احنا مسلا اللي هو الاول اصلا طيب كانش قوي يعني. اه فكنا فدخلنا الاي سي بي سي كوميونيتي. قولنا يعني ايه نعمل تدريبات اه اقوى يعني وكده ونتشجع الناس انها تشارك في المصابعات ومش عارف ايه. قلت تكنيكا الهد سنة اه في ايه فترة اللي كنت فيها البيك يعني اللي هو اعلى مستوى ايه. اه سمعت ان السنة ايه قويسة يعني. مش عشان بكلمك بس انا بجد سمعت ان السنة دي حصل فيها فرق يعني في الكوميونتي هنا في المنصور. اه فعلا. اه يعني دي من الحاجات بصراحة يعني اللي بحس فيها فخور بها بصراحة. لان انا حاس ان بالوقتي يعني بعد ما سبت البروج المسلد ومشعر فيه خالص. حاس ان الكوميونيتي مكمل ومكمل بمستوى ممتاز يعني. اه فحاس نوعا مال ان انا يعني ربنا وفاق اني في قتة زي دي. ومع البرض طبع يعني تقول لنا يعني. اه بس اه حاجة يعني ببقى ممسوط يعني. المهمة كنا عملت تدريبات ومشعر في ايه ولينا الناس مهتمة وبقى فيه تمام قوي يعني. دلوقتي اه يعني انا فاكر اه السنة اللي فاتت اللي هو في السيزن اه اللي هو السيزن الاخير دي احنا مطلعناش الاول في مصر. فيه تماما ممتاز عمل اداء حسن منه. طبعا عندي حاجة تزعل لك يا شخص كومبوتيتف. بس بساطت من ان الكوميونيتي لأ يعني بقى قاوي. مش سهل انك انت تكسب. يعني بقى فيه شلنج. دي حاجة انا كنت كان نفسي فيها برضا. يعني انت بقى فيه كذا حد مهتم بقى فيه كذا حد بيتمرن. بقى الكمبوتشن صعبة يعني. مش اطوابك حد يكسي. يعني زي وديك اصلا في مصرورة الى احنا كنا خامس بعد اربع ساعات. اضامة ايه. اه. بقى اجربت يعني في. ممكن اتكلم اتعلمتي منها ايه. عشان اقولك المصيحة. بزرط يعني اهم حاجة بقى اللي هو الرحلة الطويلة بيه كلها انت شايف الموضوع كزاي يعني شايف ان انت ضيعت وقت ولا شايف استفدت منه كزاي. بص. اه انا بقى موضوع اه. بص يا سيدي. اه اول حاجة او في حاجة ايه. بص. في البداية لازم نفرق من. اللي انت معاك شيت وبتحل فيه مع نفسك ما حدش يدعوها بيك. اول ما نبدأ انا وصاحبي. اه نبدأ مسلا نتسابق او نشوف مين ده هي حيلة اسرع. فهي كده بلا ده بدينا نخش الكمبيتشنز. الكمبيتشنز احتاج سكيلز تاني. هل? اه ابسط مسلا مشكلة اللي بتواجهها اول يعني اول مسابقة ده خلناها اللي احنا عملنا في اعداء سيء جدا من قواطة مسلا ده. مسابقة لنا عملنا في. يعني مسألات مسلا نخلنا فيها احنا محضرين كويس. اول حاجة اول حاجة غلط عمل لها. المسألة ما تبقاش مترتبة. احنا مش هنا بترتيب سيء. يعني احنا بصنا على مسألة صعبة وانا فيها كتير. وده غلط. اه مكناش متعاونين بشكل كويس. وده غلط. اه احنا في المسابقة بتبقى انت بتصنم مشين واحدة. مشين واحدة وطلعة من فار. ممكن واحد مسلا بيقرفوا مسألة. بروبيتر نجيبها او ليلى. واحد تاني واحدة مسألة عارف حلها. والتاني ايه ده غلط. اه فكرة مسلا انت انت عندك مسألة اه اكون اه يعني مسألة اتناشر مسألة. مش شاءة تتقررهم كلهم بالتفصيل. حقوق اطلع مسألة السرعة بسرعة الاول. اه اه والحاجات من دي يعني? اه اه. حاجة برضه انت مسلا هلاteenها ابص عن الساندوج ولا اظرmee اJulbaseاء ازاي? اللاجات دي بكيب مع كومبيتاشين. يعني مسلا من حاجات اللي اعملها اللي انا ببص عن الساندوج اه اه لما يعني بس الروازات اخد اناس السريعyes من المسابقة. تمام? يعني بس برضه alternative بان مبص� على الامركزي نفسيا غصبة عندك بتقصل. اه. سوا انت مسلا عمل قيمة كويس فتبدا ترخي او انا عامل اداء وحش انا مضعقة يعني تبقى تحبط بس انت مش هتحقق انت اللي انت عاوزه بالمسابقة دي فتبقى تكمل بس انت بشكل محبط يعني فالافضل عالتلوق ايه انك متشوفش انا كذا قصلا بس احيانا تبقى مضطر تشوفه عشان انت اوصل شوات معلومات يعني ايه مسألة تخلت كتير مش عارف ايه في الحاجة دي تابعو التحول لتشوف الاسندق بس تخبي الاسماء يعني عشان ان تعرفش انت خيت ايه ففي شوات حاجة كده يعني تيجي بالتجربة في برضو من الحيات الصعبة برضو اللي انت مسلا تبقى انت مسلا داخل مسابقة وصاحبك اللي بتنورب معك داخل نفس المسابقة فمسلا هول ما هي يحلنا مسألة انت نقول دي استقف فيها ومشاربت تحلها موضوعنا الببودو مش سهل اما بتحس ان انت مثلا يعني تبدأ الشيطاني ما سوس لك يعني مش رفت حلها وصعبة وصملك حلها ومش عارف ايه والكلام ده فدي حاجة مثلا بتعمق جيدا في الكمبيتشن بتعمق في اي كمبيتشن او بتخلط لأي كمبيتشن اي رياضة مش عارف ايه ومعاك حد مثلا بتمرن بنفس تمرينك وعابل اداة حسب منك وطور اصنع منك نفس النوش كده فالكمبيتشنز بتخليك تصطدر بالحاجات دي مش بقول انها اتعلمك الحاجات دي بما انك تتعلم معها في الخير تصطدر بالحاجات دي انت بقى ما شطرتك واحد انت بقى واحد تستفاد او تحاول تتعلم او يعني تحاول تعلم ازاي او فى ناس بتخلط نفس تكترية جدا بس لايه نفسهم بقعوش مشاكل له او مش عا knave يعني من أهم مت nice اللي عاوز اقول قول تحتاج بمشبايا اعداء ودليان انت لو اداخلي حاول تستفاد منها ايه ايه اوه تتعلم اوه تركز على الاسكيلز دي اه اا الفكرة الالغوريزمز نفسها او الالغوريزمز كم وذكرة كم وذكرة يعني عند مستوى معين ما تبقاش مهم ماوي يعني مسلا انت لو عرفت حوية بيزكس الالغوريزمز كده زي الفول يعني بالنسبة لسوء العمل يعني كده زي الفول لكن مسلا تكن تجي تخش مسلا في الالغوريزمز معقدة جدا اه او كده فلا الشغل مش محتاج كل ده تمام فالقاصل اقول اللي انت مثلا ده عاصل طلع مصيرين او تأثر عن بتاعتك النورجي نفسها اه عند مرحلة معينة بس النورجي بعد مرحلة معينة خلاص يعني مقا يعني لا مش مهمة اه فبس فانت لما تيجي تخش في اه في البرومنسولفن كمولات بو جرامك هتحتاج هتحتاج بالمهارات دي حاول تستغلها كان فيه برضو يعني صحابي مسلا بيقولي لي اللي هو مسلا ايه اه كان بيتعارضوا معينة في حتة ايه ان مسلا حيث مسلا ان بتوص على زميلك مسلا هو احسن منك او كده الحيث دي صعبة يعني شويه تقولك مسلا ان الكوميتي توكسك اه فلا انا شايف ان ان هو كوميتي توكسك معينة بس انا شايف برضو ان ده بيحصل كل حتة جغل في كل حتة في الحياة عموة فانا شايف ان انت تتخذها كفرصة انك 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 ازاي في تعيب مع حاجة زي دي مش انك انك انت تبقى تكسل زيهم يعني وتبدأ تقرأ نفسك بالنس لا انت تتخذها فرصة انه تدريب ديك انك انك انت تبدأ تخشهم سبايا كتير نفس الوقت ما تقراش نفسك بحد تشوف بقى كل مسابقة انت تقرأ انت نفسك بحد ولا كتامرين يعني مش اكتر لحد ما هتتعود تبقى ان انت تتخشش حاجة وحاجة بقى عموة مش هتكون الكمبيوتورو برو جرانج اصلا انت مسلا شغل او او وظيفة او اي حاجة اي حاجة عموة يعني في الحياة انا لا انا مركز انا عارف بقى انا عرفت التكنيك او عرفت انا عرفت ازبط نفسي زي دايه لما امركز على طريقي واش ببص على قريطة حد ولا بتاعها جدان فاني دي حاجة انا حاسة استفدت جدا فيها بالكمبيوتورو برو جرانج طب هاي بما ان الناس تخشهم بقى عشان تعلق حاجة بيه معرفش معاني انا شفت كومبيوتورو برو جرامرز شطرين وليس عن نفس المشكلة فانا امض نقش انها تحل لك الحاجة دي بس انو انت قريدي جوة موضوعي انا حاول انا حاول تستفاد من الحاجة من الحاجات الشبادي يعني اه ادو ادو اكارا شوية لما دخلت الشغل اه حسيت الناس مسلا يعملوا لحظات طيب لحظات الناس اللي داخد كومبيوتورو برو جرامنجو كده اصحابي يعني عموما ناس ان هما يدوروا بسرعة في الشغل اه سواء مسلا بيتعلموا بسرعة اه بي لو بيقرأوا كود مسلا مقراروش قبل كده بيش يعملوا بسرعة لو في افكار جديدة في الكود اه اه يعني ما عملوش قبل كده بيعملوها بسرعة مقارنة بالناس اللي مسلا ما ما عملوش بيوم صور مني اصلا خلص هل ده ليه علاقة ده سؤال صعب ليه بقى لان مسلا اه انت عشان مسلا تقول لي كومبيوتورو برو جرامنجو يا عمر هي اللي علامتك الحاجات دي ولا اه قلت مش عارف ليه لان هنا فيه مغلطة شوية او يعني حاجة ما تيني فكر فيه يعني انت ممكن اصلا يكون انت عندك مجموعة مهارات هما اللي نجحوك في كومبيوتورو برو جرامنج ونجحوك في الشغل وبقى اصلا كانوا عندك قابل كومبيوتورو برو جرامنج فاكونوا برو جرامنج مدفعوكش ولا انت مكانش عندك تشوية مهارات كومبيوتورو برو جرامنج هما اللي اكسبهم لك لو هو اللي اكسبهم لك فساعة انا اقول لك هو بها مفيد لكن لو هما قريدي هما معاك فبالتاني انت نجحت بداه ونجحت بداه هنا بقى يعني موضوع هنا لأ يعني ممكن بقىش مفيد السؤال ده انا عرفش جرامنج يعني الناس يقول لك هو اه يعني مسلا يقول لك ايه مواظم اللي حاقوا رانكات في الوصول اللي اتفاني في اس بي سي بشكل كبيره لكن ده بسبب ده يعني ده بسبب ده واللي هو قريدي عشر محمد الشاطر اصلا وعرف يوصل الملكز عليهم السرقة فبالتالي اكيد اعرف يوصل الشيكة كبيرة يعني اصلا ما شخص الشاطر يعني يعني صعبه بصعبه ما عرفش ما عرفش بس انا انا حاس انها اكيد بتنامي مهارات السهل هي يعني ورسي يعني هي فقط بتنامي المهارات دي بشكل كبير او كده لأ مش عارف طب انصح ناس بايه ما حاسم ناس يعني احسن حاجة دائما ان الاعتداد حلو انا شايف ان ال problem solving حاجة جميلة يعني بس هتخش عليه وتعرف مسلا اه في البداية اه تعرف مسلا اه الماب و ال sit طبعه في الحاسماتري بتعمل DFS و DFS حاجات حاجات ممكن تسجلها من كتابة عادي يعني ما لاش اي علاقة ومسرقات حسن دا حاجة مهمة وحتى رحيات دي ممكن تحتاجها في الشوق انك انا مثلا عادي سعيات دي اعملها structure في TRI فعملها مع DFS او DFS دا حاجات ازاديا اه لو دخلتها مثلا على lead code اعاوظو انها هتبقى لطيفة كده اول حاجة lead code هيبقى في مسائل مش صعبة خاص يعني مش معقدة يعني هتلاقي لها حلول هتلاقي لو انت عاش تحل هتلاقي مسلا ان هو بيطل منك افكار معينة فهيمرر ان انت هتحاول افكارك لكل وكده فهو هيكسبك شوية مهارات لطيفة ده اللي تمحتاجه في الشوق فده كويس انا شايفنا ده كويس حاجة مسحلت بانضار بس انا رأيي انك تعمل ده اه يعني متنغمسش في الجروب المصول فيك انا تعمل كلا على شخص المعتدل متنغمس في الجروب المصولين يعني بلش مثلا زي انا عملت كده اربع سنين اربع سيزن وبشاهدك في مسابقات ومش عارف ايه انا نصحش لحد ده بصراحة يعني انا حاس انا زبطت معي بس انا نصحش لحد انه يعمل سنين طويلة مركز بس على الجروب المصولين بس يعني او لو خد اجاب بحاجة اشتر انا شاف المعتدل ان انت اه او يعني الغالب عارف انت الغالب بتلاقيه مركز بس عليها ومعظم الوقت انا 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 شايف انه ماشي في البداية تبقى صعبة فانت محتاج تركز عليه ماشي خد لك شهرين تلاتة اربع ست اشهر بكتير مركز عليها بس قد كده اخدها جنب حاجة خلاص شكرا ما بتعملش اكتر من كده ايه اللي لو انت ايه عادي بقى عاوز تاخدها كهواية يعني ايه كهواية دي ما سؤيدك الشخصية انت مثلا تبقى عاوز حققق رنك في المسابقة دايب على حساب حد تانية انت مثلا كنت تتاخر مثلا شغل ممكن انت بقى هتتمرن كذا سنة ده دي ما سؤيدك الشخصية بس ده مش الطبيقه من الان انت بعارف انت تعمل ده مش الطبيقه فعني مثلا من الحاجات اللي لقى لقى شوية الفترة دي مثلا مسابقة الانس بيسي مسلا يقول لها في السيزون مسلا مش حال من السيزون او سنتين يعني مثلا احنا شركة عندنا سبع تلاف طالب سبع طرف طولة حاسد عالك كبير جدا مبلغ فيه. يعني مثلا حيات اللي بدايقني اللي اوضحها اكترية اللي بدايقني. طالد تسويق مثلا من المسارعات دي. ان انت مسلا ايه شارك عشان اه تشغل في شركة كبيرة. او مش عارف ايه. كلام ده مش حقيقي. انا بصراحة حاسد انه كلام ده مش حقيقي. او مثلا بروبيليت ان انت مسلا اه يعني لا هو مش حقيقي. انت مسلا ان كنت مسلا فيه بلانك حمسارقة في بالتالي الشغل في الشركة معينة. اه. او ممكن يكون مغوف في الشركة ب بس او قولي كم الشركة بتاع من كده. او شوف بقى ايه سندع عدد الشركات هاشتنا عارف جيد بروبيليتي ان كنت هتشغل في الشركة دي. فلا. او بينجح مع الناس بس مش بينجح مع كل الناس يعني فاهمك. يعني هولا او نجح مع شخص بس. الظلط يعني. يحصل مع الناس قريلي جدا يعني مسلا هاتي عمل سبع تلاف شخص اللي شاركوا دول. اشألك لهم في جوجل يعني جوجل مش عاصلها تلاف موظف. فيعني اه. 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 مثلا اصلا بيخش المسابقة بووتينز قريدي بيكون لهم مصغرين او بقيله خمس سنين بيتمرن وانت لسه هو قف قوله كلية زيك وانت بقيله كلية بسهو بقيله خمس سنين بيتمرن بتقولش انت هجيبه مسلا في ستشهور هو قريدي يعني غريبا انت حاجز مركز اصلا في توب تن المهم يعني ان المسابقة انك انت تروا انك تاخد عائد منها عائد يعني عائد حقيقي انك تشتغل في شركة او كده ده روبيلي تقول ليها جدا 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 ده حاجة لو حد بيغان عليها فده شخصا مش عائل يعني اللي لو شخص يسنقي يعني هو عارف انه هيجيب اول يعني اه فالمسابقات هتدخل لها انا شايفنا هتدخل لها كحواية بس ما تقولش مسلا اغوش المسابقة عشان اغوش المسابقة عشان اغوش المسابقة عشان اصل لحاجة مسلا في الكريم بتاعك مظلوم مش ممكن تتكون لكن تقول مسلا اللي عرفها دي يعني هتميزني او كده ما اعتقدش يعني. عارف انت انت فكرة او يعني اي حاجة فيها او او تحكيم او كده او رنك بتلاقي ان انت قلت بانك بتبقى مدمن على الحاجة دي فاهم في اي حاجة مش بس بس بحس ان ده سبب مسلا انه صعب بواحد يكون بيحل على سيت او كده وشايف ناس حواليه وف كوميونيتي وكده ان هو يقلل او كده وعايز يبقى مع الناس ظاهر فاهم اللي كانت بتاع ظاهر او ريته تمام. اه لأ ضحي. اه لأ ضحي. اه لأ ضحي. اه لأ ضحي. قدت المنسي او اس كود فولسيز مسلا. انه مسلا في كزا بوقع بسنا ناس مهتمة الكود فولس عشان يبقى عنده ريت. مش الناس اللي تهتمة بالريت على كود فولسيز يعني مسلا. انا باخدش كونتستات عشان يبقى ليتي عالي. عشان الناس تبص على بروفايل البتائي على كود فولسيز. انا باخدش بسالة كودة العصير مسلا. اه ده بيبقى بيحصل كتير يعني. اه وممكن يكون دفاك يعني ممكن توافية. اعملني او ده رائيه. انت خليكش وصل مع تقديل. اه اعرف الايجوريزموس. اللي هي فيها ممكن تحتاجها بجد. انك تتعرف 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 ارواية تتعرف يعني ممكن تلاقيها لو انت بحصوص يعني ممكن تلاقيها في كل ايه. وبس وحاول طبق عليها بشوية مسائل لحد ما تلاقي نفسك بتحاول لك كود. اه بتاع تحسي كومبوتستي مش عارف ايه الحاجات دي يعني. ده اللي انت فعن ممكن تحتاجه في الشغل. اعاوز روش كومبوتشنز دي هوية. اه تكتسب منها معارض. ما عارفش بقى هل المعارض دي انه انت بقى عندك اول ده سؤال ما عارفش ايجابته. بس اه يعني ده موضوع كبير. يعني حاجة عنيفة يعني. صار عنيفة. حلو عمر الله يعني قطيت الموضوع بالكامل اه. اه. اعظم ما حاولت يعني. طيب خلينا نروح حتة تانية شوية حتة الشغل. الشغل اللي انت طالب بيكون اه تحدي شوية. بالنسبة للوقت. بالنسبة لحاجات كتير بصراحة يعني. اه فانت شايف حاجة كده ازاي او شايف انك استفدت منها ازاي. ازاي بتقدر اصلا توفق مبين مسلا. هل بتوفق اصلا? مبين الدراسة مبين الدراسة مبين كله. اه. اه. بص اه بالنسبة لي انا يعني الشغل عندي يعني مهم طبعا اللي انجاح. وجبت اقديمي هو ما كويس. فكرة اللي همسلا احضر كل يوم او كده انا مش بعمل كده. انا يعني بروح اللي انت حانت بس. هو بزاكل في الاخر. ده اللي انا بعمل. اه. 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 يعني دولتك. اه. خصني جميع جميع جميع. احسب دقيقة اللي عندك. انا حاسم انا شايف رأي الشخص يعني ان المناهج مسلا بعيدة شوية عن السوق. تمام? اه. فانا دي حاجة انا مش هستثمر فيها يعني. انا مش هستثمر فيها. انا عايز اكرفها موجود كبير. وكيب تعدير عالي. عشان انا بس نجيب تعدير عالي. دورت نفس الفاخ يعني. لأ. اه. الحاجة اللي انا محتاجة فعلا. اه. الشغل انك تمزل للسوق. انا مش محتاجة حتى بالمصار اكاديمية. اه. انك انت اللي انا نزل للسوق واشوفهم محتاجين ايه وكده. والشغل عامل ازاي ومش عارف ايه. فبالتالي انا مش مش بيحتاج مقابل كلية. اه. انا بقى اجيب تعدير كويس وقلاص. اه. انك انت بقى تلاقي شغل او كده. اه. ده اظن ده اختيت تلاقيه انت في الكلية. اه يعني اعظن ده سهل حاجة اه او يعني ده اسرع طريق. اه. وانت مميز وانت تكون مميز الاول فاهم قبل ما تدور. اه لازم لانت بقى شاطر. اه اه. فعلا. مع بالضبط ان انا قلت لك ان انت مثلا لو لو تقلب في الاول لو حد لو انا رشع حد. عارف حد بعيد. طيب لو عارف حد فاهم شاطر فعلا. عم? لكن اصلا لو حد مش شاطر انا يعني متى انا اتكسف ارشعه. يعني انا اعرف ان هو فعلا مش مناسب للشغل يعني. ف ارشعه. يعني لو حد بتناقش مع الاتيكليب مساعدة الشعر. طيب اعرف فعلا مش مناسب فانا برشعه ليه فغريب يعني. فعلا. اه اكيد ارشع حد لو هو فعلا مناسب. حال. طيب اه انت شايف اصلا لو يعني احنا نتكلم ان الشخص المفوض يكون مميز. فانت يعني ايه تعريفك للشخص المميز ده مفوض ان هو يكون عارف ايه مسلا عشان يبدأ ان هو يشتغل اوه. يبدأ ان هو يدور على شغل حتى. بص وفي حاجتين انت اصلا زيته اميز او زيته او زيته او دوع شغل في دول حاجتين مختلفين. مم. انت عايز تبقى زيته اميز حال تشوف الحاجة اللي انت. فهلا بالنسبانك وحاطة مميز فيه. يعني مثلا. مثلا. انا ممكن بقى اعلى حتة شوية مايش في كوميوتوتيوب برو جرامج. انا انا شخص. اه مش. 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 انت معا ليسا. اه. انا شخص. مش مش من افضل. مش شخص الناس مواهبين في كوميوتوتيوب برو جرامج. هل? يعني في ناس كلمواهبين اغتر من. بس نوعا انك تتعرف اجيب رانكات كويسة. هل? فدي حاجة انا ممكن اعرف ابعيز نفسي بيه. همام? انا طولات لديت نفسي بقعرف يعني احب البوزلز. ده مش حاجة بقيدي. هم. لك انت مسلا بيت تخش مسلا. اعمل زي مثلا زي. قليت نفسك الدنيا مش ماشي معك. اعملش. امتع البساطة يعني. اعملش. يعني حاول تشوف تتعرف تعمل ايه? بسهولة شوية او او حتى بتكبه. تعمل في. يعني حاول تتمايز نفسك الحاجة اللي تتعرف تعملها اصلا. يعني ما تمشيش شوط من الاول جديد. يعني انا مثلا حصلنا بعض الحل شوية بسرعة. دي حاجة انا ممكن اتميز فيها بسهولة. لكن مثلا انا لأ لو قليت نفسي مش بعرف حل بسرعة او خلاص انت ممكن تعمل بروجيتات تتلاقى حلوة او كرياتف شوية وتنزيل على لنكت ام تلفت بها هناك او كده. او مسلا تخش كميونيتي وتمسك مسلا اه المناصب اللي هي بتعمل كونيكشنز اكتر دي ار والحاجات دي. كزا طريقة ما فيش طريق واحد يعني. احاول تشوف الحاجات السهلة بالنسبالك. احاول تلقى شخص مميز. اشتاعة تتطور فيها بسرعة. اي كان مطرشي الحاجة اللي صعبة جدا بالنسبالك. وتقول لا انا هتطور في دي. خلاص انت كلية اربع سنين انت ممكن ما تفحقش. يعني يعني ما تشخص نهارش. يعني شو ما الحاجة اللي سهل لو اعملها. بالنسبالك يعني. اه دي حاجة. طب الشغل محتاج ايه? عشان تشتغل. اه لأ. نكتب فيعمل الشغل. بس. ايه مسلا. اسأل مسلا لو انت عد شغل في الشركة. والله انت بتعمله ايه كا دي لي تاسك مسلا. بتعمله ايه مسلا كباك اند. والله احنا مسلا مسلا يعني شركة ماركتنج. محتاج مسلا نعمل ووب سايتس عشان نسوق للشركات اللي بتيجي عندنا. الوب سايتس غالبا متبقى براندنج ليه هم مش عارفين. في احنا محتاجين ايه والله احتاجين الاستاكل فلاني. ولو جيت بص مسلا لو انا بقع براندنج البرودكس مش عارفة. غالبا دوجك مش موقع يعني. انا بس بعرض شوية صور مش عارف ايه. بعرض شوية الديتا. تمام. هل تعرف تعمل ده? اه بعرف اعمل ده. خلاص قد. احنا والله شركة بتعمل اه اه معينة. اه اه لنوع معين من محتاجين مسلا واحد مسلا يكون فاهم في مشاعات في ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه. حاجات مسلا ممكن محتاجة من ذاكرة اطول. والله لو عارفهم قدم. لو لو عارفهم الصوم قدم. لو مش عارفهم خالص خلاص يعني. يعني اصلا بيزن ساع الشركة بيدي عنك. فقالبا يعني في وسطتك قولي لا شوية يعني. ايه لو انت مسلا بتعلم بسرعة وكده. بس زي ما قلت لك انت مسلا اعمل ايه ايه اه اكون عارفة عشان اهدن في شركة. شوف ما شغلين في ايه. اه لو تعرف حد يسأله ايه ديه لتصف بتاعتكم اولله اقول له انا عارف واحد اتنين تلاتة. ده مناسب يعني هلا عارف اشتغل يعني معكم ولا. لو كده اد. بس يعني شون بس عارف كله. قريب عارف نصوه مع الاقل يعني اد معي دي. اه وانت هو نصيبك يعني. بس الموضوع في الاول في الاخر رزق يعني. رزق بحث. اه كنت اقول لك شوية. بص اه من الحاجات اللي بقى يعني حسن اللي انا يعني. يعني في اللي هو السيرجينج سكيلز. ده معنا انا اتعلم برون السيرجينج سكيلز. مش صارت. الفكرة بس ان في الفترة اللي انا فيها ما كانش في رسورس كتيرة فكنت بقى سيرج كتير. دلوقتي معظم رسورس بقت مقبولة تقريب. اه وبقى في مثلا يوتيوبر زي كتبوا يشرحوا مش عالا فيه. اه بس سيرج دي يعني سكيلة هتيجي مع الوقت. تمام? فالسيرجينج سكيل مهمة جدا عشان تتعلم حاجة دي. او تتعلم حاجة بسرعة. مش صارت التعلم حاجة دي. انت تعلم حاجة بسرعة. يعني انا مسلا اعلم حسن. لو انا مسلا نجوها الشغل. انت تسكن معينة. حاجة انا معرفهاش. السيرجينج سكيلة هتفيدك جدا. انك انت مسلا اعرف تجيب الحاجة انت محتاجها بالزبط بسرعة ايه. تمام انت ما انا ما بتعلم مسلا جديدة او حاجة جديدة. وبنسبة لي اول حاجة تخشها تخش على بتاعهم. تقرأ لو ده كافي من نسبة لك. خلاص. احسن انت محتاج وليه انت اتعلم بقى. عاوز تبقى تخصصك يعني? لا. يعني انا بتقرأ في البداية بقى. انا بعملي لو دمشتنا ضخمة. ضخمة فعلا. صعب جدا اننا قرأها كلها. عندي حل من حلين. لو موضوع ده مؤقت. بالنسبة لي يعني ما عنديش خلفة كبيرة عنه. اشوف كورس. كتب. اسقق على كورس واشوف كورس مثل مصر اشترى هولي. انت الموضوع مش معقد قوي يعني او يعني عندي خلفية عنه. او يعني اعرف حاجات شبهه. حارة كتاب. طب اصلا ديكمنتشن بسيطة حارة ديكمنتشن اعطوه. فهو اكتر حاجة مفيدة ليك يا ديكمنتشن. ليها انك تقرأ كتاب عن المجال تلاها الكورس. طب اسعر حاجة يا ديكمنتشن. تلاها كتاب لها الكورس. انت ده رأيي يعني. فشوف انت ايه اللي انسب ليك. لو حاجة انت عارف عنها حيات كتير ومش عارف ايه. طب اعرف تقرأ ديكمنتشن عطوه اعمل ده. طب اعرف تعمل كتاب. لو طب اعرف تعمل كتاب اعمل ازاي. اكتر حاجة اكتر حاجة. يعني هو اللي عامله هو بقول لك اعمل ازاي. طب احاوزك اكتر من كده. فلو انا مثلا مثلا يعني انا دلوقتي ايه شخص عارفت كزا اللي بط برمجة. هو هتعلم بط برمجة جديدة. خلاص يا كونسبت متشابه. يعني يعني غالبا كونسبت تبقى متشابهة يعني. مفيش ما مثلا بفي حتة صغرف تبقى مش فاهمة او او مش فاهمة او مش فاهمة. ترش عليه مثلا شوف الفيديو على اليوتيوب ام انا يعني. عادي او او كزا. الشرط يعني بطلقش برا ديكمنتيشن يعني عادي. بس ده اللي بعمله. اه 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 دي نقطة مهمة برضو. انت مسلا انا لو انت بتقرى ديكمنتيشن. انا مسلا تمشي عليها بالترتيب بالزبط او كده. ممكن تشوف العناوين المهمة اللي اتخليك تيمدي بعد كده اه يعني انا بحب الحاجة كده على كزا يعني. يعني مسلا اه مش كده سايكل. مسلا اشوف ايه العناوين المهمة ذاكرها. بعد كده اشوف العناوين اللي جبحتها كده 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 يعني. بس كل مرة في كده سايكل يعني. لكن مش مسلا سايكل واحدة امشي عبدوكس من الاول للاخر واعند مسلا فيها فترة طويلة لأ مش ما عامل كده يعني. بس اه دوقني اي انا ما ما اصارش عنه كده كده. انا مجرد طول شخصية بس اجردت شجبتي كده ايه يعني بس ايه ما اصاره ما كده. بس اه من التولز اللي بصاره ما يعني في السيرشنج او لما هعطل فيها هي اتشاج بتي و جيميني بتاعجوك انا انا رأي يعني عن مثلا انت تحاول تسترمي تولزي دي بحيس تبقى مور بروضاكتب يعني. اه بس احاول بقى تبقى يعني ايه تبقى عندك سبيلينس زي تسترمي يعني مسلا تشاج بتي ساعة بيغلط. عندك سانس مسلا ايه الاسئلة مسلا اللي هو بيعافش يرد عليها. ايه الاسئلة اللي هو بيعافش يرد عليها. انها مسلا او الديتد. فمسلا جيميني مسلا شاطر جدا في السيرشنج. بس انه هو يفكر. لأ مش شاطر زي. تشاج بتي افضل من ده. انت عاديدي تشاج بتي حاجة يفكر فيها ويدك رأة. تشاج بتي افضل. لكن عاوز تسيرش وتجيب ريسورسز تجيب من افضل كتير. الضبط لأ ما تعملش على الاتمان كلي. لأ انا غالبا تشاج بتي لأ ما مجي باستخدمه اصلا بحاجة انا اريد بعرف اعملها بس اعملها بس اعملها بس اعملها بسرعة. او اه حاجة مسلا ما اسمعتش عنها خالص. واقول له ايه ده. تمام طب المعلومة اللي انا اخدها منه دي دي مش معلومة عنها ايه. انا بعد هردع كده هبدأ اصيرش على جوجل يعني. بس هو بيفتح للدينة المساعدة حتى ببقى كويسة جدا فيه. ساعة انا بقى مسلا مش هارس اصعى على جوجل. يعني? لكن انا بقول له مسلا اه المصطلح ده وزين الكونتكست ده عبارة عن ايه. يقول له والله ده ممكن يبقى كزا او كزا او كزا. طبعا انا فهمت بشكل يعني. انا هردع اصيرش ازاي بقى على جوجل. فعا كده ابدأ اصير. انا رأي اا اول حاجة. انا رأي نفطة الجامعة هي هتابعا اخر فترة في حياتك. هتابع انت معندكش مسئوليات قوي. وعندك وقت. اقول له دي اخر فترة في حياتك. تقام? معندكش بقى مسئوليات. الا مسلا لو انت مسلا اا ما عرفش يعني اعظون طبيعي. الطبيعي انت مسلا انت غريبا اخر فترة في حياتك انت وعندكش فيها مسئوليات يعني. فحاول تجرب فيها كتير. ده رأيي انك تحاول تخطط قروب كتير جدا عندما تقدر. يعني حاول ما يفتكش حاجات في الجامعة. تجرب حاجات كتير يعني. اهم حاجة حاول تطلع بها يعني حاول تطلع بكونيكشنز. نكتبها عندك علاقات. انا شاب ان ده اهم حاجة. اهم حاجة حاطبين. هي ليها مسلا انك تحاول تجيب انت وانت هجيب انت بكونيكشنز والتيكنيكال. تمام? فيبقى عندك واندكة التكنيكال كويس. اه بدول اظن ما ممكن تجيب اي حاجة. اظن يعني. فنكز على دول. حاول بقى تشوف ايه اللي خليك تعرف تعمل دول. كزا طريقة. التكنيكال كزا طريقة. شوف بقى ايه اللي ينسبك اللي انت تعرف تعمله بسرعة او يعني يبقى سهل بالنسبة لك وعمله. اي طريقة اي طريقة. حاول يعني لو فت اجرب جدا في كلها اجربها. يعني 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 اتعلم كتير. حاول مسلا لاربع سنين او الخمس سنين من نسبة لك وعشر سنين او كده. انزل يعني شوف تبينها فيها ايه. حاجة مع صاحبك مسلا تجربة جديدة مشروع جديد مش رأس علاقة بكده. اجربوا يعني. يعني هتجمع افكار كويسة كتيرة يعني. بالضبط. وكمان وكمان يعني في حياة الجميلة يعني. لدي حاجة انت بتجرب فيها فرفورية. يعني مسلا. مش غير مسلا. لو مسلا هي. لو حياة تيكنيكية مسلا تبع. انت مسلا لو غلطت في البروجيكت محدش يقول لك حاجة. لو تأخرت في البروجيكت محدش هيخصم منك مسلا. يعني ممكن مسلا يكون اا عبطين شوقات وقوات مسلا عشرين يبقى ما بقى ازاي الشغل. محدش مسلا تحيلونك. محدش حيلونك بشكل كبير زي الشغل. اه. هي حاجة طبعا تجرب فيها فرفري. قبل ما تخش تتجرب ايه? اخسارحة اي. يعني حياة بقى انت مسلا ازاي تكون علاقات ازاي تعلم مع الناس. ازاي مسلا انك مسلا تشرح قدام الناس. الفاجات دي بعد الكلية مش تعرف تجربها فرفري او زوم يعني. فحاولت تصغلها برضو يعني اي فرصة قدامك انك تجرب حاجة جديدة تطلب يعني. اجرب لو عاشي مش عادي يعني. اا مش عادة ممكن. ممكن. اا مش عاقيف بس يعني. اا يعني. اا يعني. اا. اللي بلاحظ كتير مثلا يمكن عدت كتير في وجود ش Global Narration وكده. بس عاوز اقول للناس ان وجود شك investiga. يعني حاسة هان اغلبتlerde بصراحة أربع سنين او أربع وزيزة. اده كتير صراحة. منتغل امورنا عدنك كتير فمتوعدوش كل داي حاول اخد يعني الشغل الحقيقي هو دا هو دا اللي يفيدك فعنده اللي ينفعك انت في الاخر عاوز تشتغل لكن انك مسلا كتيره هي اه متعة بس انت معندكش فريطين قوي كده انك تستمتع يعني كده غد درجاتي